موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية راسيانبا من اجتماع مجلس الوزراء رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيرة فرنسا وسفير بولندا هيئة رياسة الانتقال تحذر من افتعال زمات جديدة بعد ازمة الكهرباء محافظ حضراموت يبحث تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية للترسيخ وتحقيق العدالة في المجتمع محافظة المهراء يناقش مع الهيئة العمانية الخيرية يغاثة المتضررين من اعصار تيج موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة من قناة عادة ومن عنوينها الى التفاصيل رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وذلك في اطار التنسيق الوثيق بين مؤسسات السلطة التنفيذية لمناقشة التطورات المحلية والاقليمية بما في ذلك المغفى الاقتصادي والوضاع المعيشية والخدمية ووضع الرئيس العليمي رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وعضاء الحكومة امام المسجدات المتعلقة بجهود لشقاف المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة واطلاق عملية السياسية الشاملة مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية والحلول دون انزلاق الوضاع الى كارثة انسانية وخيمة جراء الهجمات الارهابية الحوثية على مواناة تصدير كما تطرق الرئيس الى لولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية والخدمية ومتطلبات تعزيز الدورة الرياد لمدينة عدن كعاصمة مقتال البلاد حاثا على تحسين مستوى الادا والارادات العامة ومكافحة الفساد استقبل رئيس مجلس الوزارة الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن سفيرة جمهورية فرنسا لدي اليمن كاترينا بمناسبة تسلمها معملها الدبلوماسي عقب تقديم وراغ اعتمادها الى رئيس مجلس القيادة الرياسية وفي مستهل اللقاء اكد رئيس الوزارة ان الحكومة ستعمل على تقديم كافة وجه الدعم بين البلدين الصديقين والشعبين في مختلف المجالات واجرى خلال اللقاء بحث المسجدات على الساحة الوطنية والتحركات الاقليمية لاحلال السلام في اليمن وما تواجهه من رافض وتعنت من قبل ميليشيا الحوثي الارهابية اضافة الى اجراته الحادية لتدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الكارثة والخطر الذي تمثله على الملاحة الدولية كما تطرق الى تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية استقبل رئيس مجلس الوزارة الدكتور معين عبدالملك في العاصمة عدن السفير جمهورية بولندا لدى اليمن روبيترو تيسك وبحث اللقاء مسجدات الاوضاع على الساحة الوطنية على ضوء التحركات الاقليمية والاممية والدولية لاحلال السلامة اضافة الى الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة والامكانيات المتاحة للشراكة بين اليمن وبولندا واستعرض رئيس الوزراء مسار التسوية السياسية في اليمن والتعاطي الاجابي للحكومة مع كل الجهود مقابل استمرار رفض وتعنت ميليشيا الحوثي الارهابية بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك في العاصمة عدن مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين تطورات الاوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلامة والوصول لتسوية سياسية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وسلمت السفيرة كامون لوزير الخارجية رسالة من وزيرة خارجية فرنسا كاثريكو لولونا اكدت خلالها على روابط الصداقة بين البلدين عقدت هيئة رياسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برياست القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري ووقفت الهيئة مام ترد الأوضاع المستمرة لخدمة الكهرباء والمعوقات المفتعلة التي توضع مام الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم معالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى مؤكدة مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير المشتقات النفطية كما طالبت الهيئة مجلس القيادة بسرعة معالجة وضع مصافي عدن محذرة من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة دارة البلد بلزمات والتحضير لفتح زمات جديدة وامتلاحقة بعد أزمة الكهرباء وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي ومشيرة إلى تأثيرهما على الوضع العام والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه والسيطرة علي مطالبة في السياق مجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة في إدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التقى الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمار رئيس المجلس الانتغالي الجنوب رئيس الجمعية الوطنية المهندس صالح مساعد الأمير رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الجنوبي فضل الكهالي الأمير العام للاتحاد بالعاصمة عدن واستمع الكثيري خلال اللقاء لملخص موجز عن عمل الاتحاد منذ إعادة تأسيسه وتأسيس فروعه ومصفوف التنظيم عمل الاتحاد للسنوات القادمة وجوده لإدخال معدات جديدة للنهض بالعمل الزراعي ونتائج الاتصالاته المباشرة مع المنظمات المانحة في المجال الزراعي مطلعا على خطة الاتحاد لإنشاء صندوق الأمن الغذائية وارتباطه بالجانب الإنساني وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجنوبي كما أشار إلى أن الاتحاد نجح في زراعة القمح بكمية كبيرة جدا في شبوة وحضر موت والحصاد الزراعي لعدد كبير من المحاصيل وإلى حضر موت حيث ناقش اجتماع قدب المكلب رياسة محافظ حضر موت مبخد بماضي أوضاع السلطة القضائية وسبل تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية واستعرض اللقاء الذي ضم عدد من القضاء رؤساء الشعب الاستينافية والمحاكمة الابتدائية بسحل حضر موت المواضيع المتصلة بتعزيز عمل المحاكم والنيابات والصحوبات التي تواجه عمالها والمعالجات المقترحة وأشاد محافظ حضر موت بمستوى العمل القضائي في المحافظة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية مؤكدا مساندة قيادة السلطة المحلية والنيابات للقيام بواجبها على أكمل وجه مشددا على أهمية التنسيق بين الأجزاء التنفيذية والقضائية والأمنية بما يضمن حماية ورعاية المصلحة العامة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات حثر على بذل مزيد من الجهود لترسيق قيمة العدالة والمساواة بروح الفريق الواحد لترسيق وتحقيق العدالة في المجتمع ناقش محافظ حضرموت مبخد بماضي بالمكلم مع إدارة مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية بالمحافظة إمكانية تمويل عدد من المشاريع اليوائية في المناطق المتضررة من إعصار تيج في مديرية الريدة وقصي عر وتبحث المحافظ مع مشرف الوحدة التنسيقية لمركز الملك سلمان عبد العزيز بوزير حول إمكانية التدخل في الجوانب اليوائية للمتضررين واستمع المحافظ إلى نتائج المسح الميداني للفريق الهندسي التابع لمؤسسة إتلاف الخير للمنازل المتضرر بمديرية الريدة وقصي عر والتحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع توزيع مبالغ نقدية للمتضررين بالمديرية وشكر محافظ محضرموت تدخلات مركز الملك سلمان في الجوانب الإغاثية والإنسانية مشيدا بالتفاعل الكبير لمؤسسة إتلاف الخير ومؤسسات منظمات المجتمع المدنية ومساهمتها في مساندة جهود السلطة المحلية بعث الشيخ عمر بن حبريش وكيل أول حضرموت رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع بالعزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشخصية الوطنية والاجتباعية الأستاذ صالح أحمد الجريري الذي وفته للمانية الأربعاء في منطقة الغريفة الفوقية بمديرية الديس الشرقية وتقدم الشيخ بن حبريش بهذا المصاب الجلل بخلص تعزي ومواساة إلى أولاد الفقيدة وجميع أفراد الأسر الكريمة وأهل الجريري كافة في الضاخل والخارجة وقبائل ثعين عامة سأعلن الله العلي القدر أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه في صحة جنات بحث واكل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري بمدينة سيئونة مع نايف وزير الإعلام الأستاذ حسين باسليم السبل الكفيلة بتطوير العمل ورفع أداء أجزة الإعلام الرسمية بوادي وصحراء حضرموت وخلال اللقاء أكد الوكيل العامري حرص الصد المحلي على دعم الإيزة الإعلامية العاملة في نطاق مسوليتها وتعزيز قدرتها على أداء رسالة التنويرية والتوعوية إيمانا منها بأهمية الإعلام مستعرضا أبرز تدخلاتها في هذا السياق لدعم الجهة الإعلامية وفي مقدمة إذاعة سيئونة التي يحتفى بها من قبل أبناء حضرموت ولوطن بمناسبة مرورة 50 عاما على تأسيسها دشن وكل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري ومعه نايف وزير الإعلام حسين باسليم الملتقى الإعلامي الوطني الإعلام والمجتمع المحلي الذي تقيمه إذاعة سيئون ضمن احتفالاتها بليوبيل ذهب للإذاعة وذكرى الخمسين لتأسيسها وفي التدشين أشار الوكير العامري للعلاقة التكاملية والخاصة التي تربط السلطة المحلية بإذاعة سيئونة كمنبر إعلامي حاملة ومعبر عن توجهتها ومشاريعها كما تحمل قضايا المجتمع بكل شفافية ومسؤولية وتنقلها للسلطات معربا عن اعتزاز السلطة المحلية بأن تشهد وتكون مساهمة هذا التطور الذي تنتهجه الإذاعة منذ تأسيسها إلى اليوم بدوره أكد باسليم حرصه على مشاركة إذاعة سيئونة هذا الاحتفال ما تمثله وكوادرها من ثقل في الوسط الإعلامي بالوطن وما قدمته من خدمات ومهام إعلامية جليلة مشيدا بمبادرة إذاعة سيئون بإقامة هذا الملتقى الإعلامي الأول وهي فكرة متميزة يجب أن تستمر بشكل دوري كل عام تابع الأستاذ عادل أحمد بعكاب المدير العام لمديرية الشحر بمعية المهندس زين العيدروس مسار الخط الناقل الممتد من الدكداك وحتى الرصاصة بطول 12 كم وذلك لتنفيذ مشروع استبدال الخط المزمع تنفيذه خلال الفترة القريبة هذا وأكد المدير العام على أن مشروع استبدال الخط الناقل من الدكداك وحتى خزان الرصاصة سيعزز من تموين المياه في الأحياء الداخلية وسيحل جزء كبير من مشكلة المياه التي تعانيها المدينة شاكرا جهود متابعة المحافظ بماضي والقوة في اليونيبس لتنفيذهم العديد من المشاريع في مديرية الشحر التقى المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشوت مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث والشرطة النسائية بسحل حضرموت ملازم مونى سعد غرامب وناقش اللقاء سبل توطيط علاقات التعاون المشترك بين السلطة المحلية بالمديرية عبر لجانها المجتمعية من جهته وإدارة حماية الأسرة والأحداث والشرطة النسائية من جهة أخرى وتمخض عن اللقاء الخروج بعدد من المخرجات الهادفة إلى تعزيز دور اللجان المجتمعية النسائية بالمديرية وخلق قنوات تواصل مباشرة مع إدارة حماية الأسرة والأحداث بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وقفت اللجنة أمام تكريب أوائل المحافظة لإنهاء شهادة المرحلة الثالوية بقسمها العلمي ولادبي اجتماعها الثاني برياسة أمين بعباد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة رئيس اللجنة أمام آخر الترتيبات الخاصة بإقامة الحفل الخطابي والتكريمي واستمع المدير بعباد إلى شرح نواف من قبل اللجان المكلفة على ما تم إنجازه من تكلفات خاصة بالحفلة مؤكدا حصى قيادة المكتب على إظهار هذه المناسبة لتكريم المتفوقين في التحصيل العلمي الذي حصدوا مراكز متقدمة ضمن العشر الأوائل على مستوى المحافظات والمحافظة كما ناقش الاجتماع تقديم المقترحات والملاحظات بين أعضاء اللجنة الإشرافية وتقديم القلاصة النهائية لإقامة الحفل في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ترأس الأستاذ بيم بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا ضمن لجان الفنية الخاصة بمسابقات ولمبيد المواد العلمية ومناهزات اللغة العربية والقرآن الكريم وكرس الاجتماع للاطلاع على ألية التنفيذ الخاص بهذه الفعاليات النوعية وفي كلمته التوجيهية شار المدير بعباد لأهمية الدورة الكبيرة الذي تلعبه اللجان الفنية في الإعداد والتحضير الجيدين مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود من أجل إظهار تلك الفعاليات في صورة مشرفة من قبل المشاركين فيها نقش محافظ محافظة المهرة محمد بن ياسر مع الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيري محمد الذهلي ألي التوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية التي ستقدمها الهيئة للأسر المتضررة من العاصف المدارية تيج وفي اللقاء شهد المحافظ بن ياسر بما تقدمه الهيئة العمانية وحكومة السلطنة من دعم سخية ومساعدات للمحتاجين في محافظة المهرة وبتدخل تلهيئة العمانية لغاثة المتضررين من الإعصارة ودعم جهود السلطة المحلية في مواجهة تدعيات قصة في مديرية حصوين لشده تضررا بدورها أوضح الذهلي أن شحنة المساعدات الغذائية والإغاثية كان مكرمة من السلطان هيثم بن طارق لمساعدة متضررين الإعصار والتقف من معاناتهم التقى محافظ شبو الشيق عوض بن الوزيرة بمكتبه في عتق برئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية للغاز بالمحافظة وخلال اللقاء استعراض رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس المحلي عبد الربو هشلة تفاصيل عمل اللجنة خلال الفترة الماضية موضحا القيام بتشكيل لجان إشرافية مباشرة على أسواق بيع مادة الغاز في المحافظة والمديريات كما أشهد بألية عمل اللجنة مؤكدا تواصل العمل بها وتعزيز الجانب الرقابي على مختلف مستويات بيع مادة الغاز باخل المحافظة باحثا في اتصالات هاتفية بأقيه ناجب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز مبارك المقرح أسباب خصم كميات من المخصصات المحافظة من الغاز خلال الفترة القريبة الماضية مؤكدا بأن شبوى بحاجة لضعفة كمية التي تحصل عليها حاليا نظرا لحجم النزوح الضاخلي الكبير الذي تعيشه محافظة شبوى وجه محافظ شبوى الشيخ عوض بن الوزير بحزمة عاجلة من مشروعات التنمية الأساسية الملبية للاحتياجات الضرورية لمواطرين مديرية عربا جاء ذلك خلال لقائه بقيادة السلطة المحلية بالمديرية الذي كلفهم بتولي عملية إدارة المناقصات لهذا المشروعات التنموية العجلة لأفتن بحجم حرماء مديرية عربا وأخواتها من مشروعات التنمية المحلية كما وجه برفع مذكرة لمصلحة الجمارك بشان عفاء المواد الخاصة بأحدى المشاريع المياه بالمديرية من الرسوم وكان مدير عامل مديرية عمر بادخن قد استعرض الاحتياجات التنموية الملحة للمديرية منويها بحجم معاناة مواطنها في كافة المجالات دشن أمين عامل مجلس المحلي بمحافظة شبو عبد الربو هشلة عمل ونشاط مركز المبارك الصحي الجديد في منطقة العبور بضواحي مدينة عتق بمحافظة شبو وقد طاف أمين عام محلي المحافظة ومرافقه بمكونات المركز المختلفة والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في مجالات التطعيم ضد الأمراض وصحة الطفل والصحة الإنجابية والتغذية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية مشيرا إلى أهمية وحيوية هذه المنشاة الصحية في حياة سكان المنطقة كونها أول منشاة لخدمات الرعاية كما أشدد على ضرورة الضلاع العاملين في المركز بدورهم ومسؤولياتهم الكاملة طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الشرس الذي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل في قطاع غزة وشددت الجامعة في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى 106 يعلام بالفورة على ضرورة العمل على وجه السرعة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية طارية بتاريخ 26 أكتوبر الماضي بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالجزامات القانونية والإنسانية ودعت مجل سلام بممارسة اخصصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق واحد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصافة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي تعرض لهجم إسرائيلية شريسة بما فيها مدينة القدس مشاهدين الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسية راسيانبا من اجتماع مجلس الوزراء رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيرة فرنسا وسفير بولندا هيئة رياست الانتقال تحذر من افتعال زمات جديدة بعد أزمة الكهرباء محافظ حضراموت يبحث تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية للترصيخ وتحقيق العدالة في المجتمع محافظ المهراء يناقش مع الهيئة العمانية الخيرية جغاثة المتضررين من إعصار مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعون على مواقع التواصل الاجتماعية وهلل اللقاء تابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعون على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر